فراغ أمني خلفه خروج قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان سارعت حركة طالبان على الفور لاغتنامه في ظل وجود جيش حكومي غير مؤهل على ما يبدو لسد الفراغ الأمني مناطق شاسعة من البلاد وقعت في قبضة طالبان في غضون عدة أيام إذ سيطرت مؤخرا على قليم بنجواي للأهمية الاستراتيجية في ولاية قندهار لتضيف هذا الإنجاز العسكري إلى عشرات المناطق التي سيطرت عليها من قبل تقهقر الجيش الأفغاني فاق كل التوقعات ويرجع مناقبون ذلك إلى عدم اهتمام أمريكا وحلف شمال الأطلسي بتدريب الجيش الأفغاني وجعله قوة كبيرة تستطيع حفظ الأمن في البلاد بعد رحيل القوات الأجنبية الواقع الأمني الجديد في أفغانستان بدأ يثير القلق في أوساط دول حلف شمال الأطلسي خصوصا في أمريكا إذ خرجت أصوات مسؤولة لتطالب بإعادة النظر في طريقة الانسحاب الأمريكي وموعيده ولكن خلاف ذلك يبدو أن إدارة بايدن مصممة على استكمال خطة المغادرة من دون النظر إلى تداعيتها وبخلو الساحة الأفغانية وأمام التقدم السريع لحرقة طالبان بدأت المخاوف المحلية تظهر من تنازع الأطراف الإقليمية للبلاد كروسيا التي كان لها تجربة احتلال لأفغانستان في أيام الاتحاد السوفيتي وأن الفراغ الأمني يثير المخاوف من أطماع الجارة إيران لترسيخ مصالحها وخصوصا أن نظامها قائم على فكرة تصدير الثورة إلى الخارج أفغانستان كما وعورت جبالها فهي وعيرة السياسة ومثلما دخلتها القوة الأجنبية لإثارة الفوضى فإن خروجها غير المدروس قد يزيد الفوضى ويفتح باب صراع إقليمي جديد فيها